يبدو لنا ولكم أن الرهانات القديمة على الزمن في حل مشكلات العراق صار شيئا من الماضي ولن يكتب له النجاح وصار لزاما على الذين يقودون المقود في حكم العراق في هذه أظروف أن يذهبون باتجاه صناعة قرارات وقرارات شجاعة وقوية وإيجاد آليات تكون أكثر قوة وسرامة في تنفيذ هذا القانون لأن القانون يكتب على ورق ويتفق عليه لا مشكلة ولا غبارة في هذا ولكن كيف ينفذ وكيف يطبق القانون والقرارات على أرض الواقع لتصبح حقيقة الكاظمي ما زال هناك الكثيرون يعولون عليه وإن كان قد ولد في زمن صعب جدا وهو يدرك تمام الإدراك أن المرحلة التي جاء بها لا تسمح له أن يجامل حتى نفسه ولا بد من حكبة وذكاء ومعرفة دقيقة لما يجري معه وما يجري حوله وخصوصاً أن الظروف الداخلية والخارجية ضاغطة على الجميع أما وضع العراق فهو وضع استثنائي بكل تفصيلاته لأن المورثات من المرحلة والمراحل التي سبقت مرحلة الكاظمي كانت متأزمة وتفوح ويفوح منها فساد يسكم الأنوف فلذلك المرحلة هنا والقائد هنا يجب أن يكون استثنائياً بكل المعايير ويجب أن يمسح هذه المراحل وأن يجد سكة وسلوكيات وطرائق جديدة للحكم تختلف عن التي سبقتها وعندما أقول يمسح المراحل السابقة لا أعني أن يلغيها أو يتماهل عنها ولكن أن لا يكون لها وجوداً في هذه المرحلة والوجود هنا لا من حيث الآليات ولا من حيث التنفيذ ولا من حيث القرارات ولا من حيث السلوكيات